المكتب المركزي للأبحاث القضائية يتمكن من توقيف خمسة أشخاص موالين للتنظيم داعش الإرهابي على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطنية وذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام الموقفون تتراوح أعمارهم بين 20 و 45 سنة بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أوضح أن عناصر القوات الخاصة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني باشرت إجراءات التدخل والتوقيف في عمليات متفرقة استهدفت المشبهة فيهم بالأماكن التي ينشطون بها في كل من دوار هباطت بن منصور بإقليم القنيطرة وسيدي يحيى زعير وادشيرة بإنسجان أيتملول وبجماعة بعبود بإقليم شيشاوا وبمدينة الدار البيضاء وأضاف البلاغ أن المعلومات الأولية للبحث تشير إلى أن كل واحد من المشبه فيهم كان قد أعلن الولاء لتنظيم داعش وكان يحمل مشاريع إرهابية تتمثل إما في تنفيذ عمليات تخريبية ضد مصالح حيوية بالمغرب باستخدام أجسام متفجرة أو تستهدف عناصر ومؤسسات أمنية في إطار عمليات الإرهاب الفردي كما أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة بأن من بين المشبه فيهم الموقوفين من كان يحرص على التدرب على كيفية صناعة المتفجرات البلاغ أشار أيضا إلى أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل الشخص الموقوف بدوار هباطة بن منصور بإقليم القنيطرة مكنت من حجز بندقية صيد وكمية من الذخيرة بينما أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في منازل باقي الموقوفين في الساعات الأولى من صباح اليوم عن حجز أسلحة بيضاء ومجموعة من المعدات والدعامات الرقمية التي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية وقد تم الاحتفاظ بالأشخاص الخمس الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهابي والتطرف وذلك للكشف عن جميع مخططاتهم ومشاريعهم الإرهابية ورصد التقاطعات والارتباطات المحتملة التي تجمعهم بالتنظيمات الإرهابية خارج المغرب ترجمة نانسي قنقر